حقيقة هنتراحه النهاردة في حلقة السادسة على حضراتكم وعلى كابتن مهر همام نجمينا النهاردة في السادسة هل من الممكن أنه يكون في تغيير في مباراة السنغال تغيير يكون فيه نوع من أنواع الزكاء التكتيكي إنجاز التعبير هل ممكن نبتدي بدل من نبتدي بتلاتة ديفندرات في مباراة أعتقد المساحات فيها هتكون أكبر بكتير جدا من مباراة القاهرة السنغال هتبتدي المباراة اللي جاية في محاولة لتقويض الهدف مبكرة لأنه كل ما هيعدي الوقت كل ما حجم الضغط والتوتر بيتنقل ليهم أو بيبقى أكتر عليهم وبيقل من عندنا عشان كده هل من الممكن أنه يبقى فيه مغامرة أو مخاطرة سميها زي ما تسميها من ميستر كيروش ويروح لفكرة أنه يبتدي مثلا بزيزه بالبداية على حساب واحد من الثلاثة اللي في نص الملعب أنني السلية حمدي صعب حمدي لازم يبقى موجود المباراة اللي جاي لكن على حساب واحد باثنين السلية والنني هل ممكن نشوف مرموش بالبداية جنب زيزه يعني إحنا محتاجين للسرعات وصلاح واحده لن يكفي عشان ما نحملش الراجل برضو فوق طاقته آه لعيب كبير ومصدر خطورة لكن أنتوا بتشوفوا صلاح بيبقى متكتف وفي أوقات كتيرة جدا إحنا كل اللعباتنا مبارحة في كل لحظة من اللحظات اللعب بيبقى معاه فيه كرة بيبقى الضغط عليه بواحد واثنين وثلاث مستوى اللياقة فيه فوارق واضحة جدا ومن ناحية الفنية برضو فيه فوارق واضحة جدا تعوضها إزاي؟ هل تعوضها بكارت ممكن يمثل ضغط أو خطورة أو يختف لك هدف يزود من صعبت المباراة على السنغال ويسهلها علينا؟ ده سؤالي لحضراتكم وهتراحه هنتكلم فيه نهارا بالمناسبة تعالوا